على استمرار القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ليومه التاسع والثلاثين منوشات أيضا على الحدود اللبنانية بدأت تزداد المخاوف من اتساع دائرة الصراع إلى جبهات أخرى إقليمية انعكاس ذلك على دول منطقة الشرق الأوسط ده سؤال مهم جدا نازم نسأله إزاي ممكن الحرب دي قد تمتد إلى أماكن أو أطراف أو جهات إقليمية أخرى أكيد خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر مع ضفنا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية سباح خير دكتور أهلا وسهلا بك سباح خير دكتور أمينا سباح خير محمد سباح خير دكتور يعني نطاق الصراع في المنطقة جراء الحرب في غزة عمال يوسع قد يمتد لما هو أكثر مما يحدث الآن تدعيات ده إيه وممكن نوصل لمرحلة إيه يعني أولا الحرب في غزة لم تعد فقط قاسرة على غزة وإسرائيل لماذا؟ لأن هناك طيار تصعيد الآن بيغزي هذا الصراع يعني الطيار التصعيد أولا تقود أطرافه الحكومة الإسرائيل المتشددة أكثر حكومة يمنية في إسرائيل هي من مصلحتها الآن استنفار أو إبقاء حالة الحرب وإبقاء حالة الصراع لاعتبرات سياسية داخلية والاعتبرات عديدة هذا الطيار معه أيضا يضم الدارة الأمريكية حقيقة الدارة الأمريكية موقفها ملتبس موقف ضبابي هي من ناحية تقول أنها مع البعاد الإنسانية هدن إنسانية وتبدي مرونة طبعا لاستعابة ضغوط الداخلية سواء في داخل أمريكا بالحزب الدموقراطي أو الضغوط العالمية أو أمام هذه المشاهد الإنسانية يعني غير مسبوكة حقا للتاريخ ولكنها من ناحية الأخرى بتطلب كده إسرائيل تحت زعم الدفاع عن نفسها وتقول أنه وقف إطلاق النار لن يكون في مصلحتها بقى في مصلحة المقامة الفلسطينية هذا الطير أيضا يضم أيضا دول أوروبية حكومات أوروبية يعني بعضها مثل بريطانيا ألمانيا وتعتبر أيضا أن وقف إطلاق النار لن يكون أو غير متاح أو غير مطروح حاليا وهي رغم الضغوط الداخلية عندها هناك أيضا من المقابل في أطراف الشرق الأوسط كواء إقليمية نعرفها وأن هناك أطراف من تنظيمات ومليشيات أيضا تحاول أن تغذي هذا الصراع هذا الطير التصعيد عمتا هو بيقود المنطقة للهوية وكل المؤشرات تقول أنه يدفع باتجاه توسع الحرب ودفعها وليس فقط أن تكون في غزة ولكن فيها المنطقة كلها إذا بدأنا مع حضرتك دكتورة عن الجبهة الشمالية لإسرائيل الحدود مع لبنان شفنا تصريحات أكثر من مرة على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه إذا دخل حزب الله الحرب فستتحول بيروت إلى غزة التي نشاهدها الآن حسابات حزب الله أو حسابات الجبهة اللبنانية شافها زافند يعني حتى الآن بعد مقارب الاربعين يوم حزب الله بيحاول كما يعني أعلم زعيمه أكثر من مرة أنه يعني بيحاول أن يزبت من ناحية أنه مع المقاومة وأنه يعني يدعم المقاومة في غزة وفي ذات الوقت ولدي حسابات براجماتية ولأن إذا دخل حزب الله المعركة لن تكون في مواجهة مع صراحة حقيقة هي تكون مع أمريكا الأساطير الأمريكية الموجودة وهذه القوى العسكرية هي جاءت ليس فقط لسوريخ غزة ولنما جاءت للتعامل مع أي قوة أخرى في المنطقة تتعاون أو تدخل ضد إسرائيل وبالتالي حزب الله أولا هو بيتامر بقوة إقليمية سيكون منصك معها ولن يتخذ أي قرار استراتيجي الأمر السيئي هو لو كانت تتخذ قرار بالدخول لانخراطة مباشرة في الحرب لاتخذها من اليوم الأول هو كما يعني بيعمل مناوشات لكن المشكلة أن الأمور تخرج عن السيطرة بمعنى أن قواعد الاشتباك الآن بين أسرائيل الحزب الله فكرة يعني رد السواريخ مقابل السواريخ أو يعني ضربة مقابل ضربة قد تخرج عن أمور السلطات وبالتالي إذا انفجرت الأمور في الجبهة الشمالية سيدفع السمن لبنان لأن لبنان طبعا نعرف أوضاعه الاقتصادية يعني تقريبا منهارة ولا تحمل أصلا أزمة جديدة أو حرب جديدة أو معركة جديدة وبالتالي ستكون هناك يعني رهان كبير ومجزافة كبيرة إذا اشتعلت الجبهة في لبنان الأمر الثاني أن منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل حروب إقليمية وسعة لأن هذه المنطقة في نظرة سريعة في آخر عشر سنوات أو عشرين عاما هي الأكثر سخونة في العالم يعني لم تخلوا فترة إلا فيها حرب رأينا حرب العراق ثم بعد ذلك ما يسمى حروب الربيع العربي أو صورات الربيع العربي وانهارة الدولة العربية بكاملها وانهارة الدولة الوطنية وظهر الإرهاب وتنظيمات إرهابية وتحولات المنطقة لسحل الصراعات والدخولات الإقليمية والاستقطاب العالمي وبالتالي كان السمن مازا مزيد من الضمار مزيد من التخريب أكبر منطقة لتصدير المهاجرين واللاجئين في العالم الكل يخرج من الشرق الأوسط الأوروبا سهر فيها الإرهاب والتنظيمات الإرهابية داعش وغيرها من التنظيمات نحن شايفين بالأمس ميليشيات الحوتيين وهم بيهددوا بأنهم حيبتدوا يوجهوا ضربتهم للجانب الإسرائي نحن شايفين أطراف عمالة تدخل في الموضوع في محاولة للتصعيد العسكري وهذه الخطورة لماذا؟ يعني دائما كنا نتزاج من دائما كلمة الرئيس السيسي كلمة مفتاحية دائما يعني دائما نركز عليها مفهوم الدولة الوطنية لماذا؟ لأن في ظل غياب الدولة الوطنية وظهر ميليشيات هنا الخطورة لأن الأمور غير خارج السيطار هذه الميليشيات وزير التنظيمات لديها حسابات خاصة لديها أجندات خاصة لديها ولاية انتبات وطنية يعني الحسين لا تنتمي إلى الأجندة الوطنية اليمنية وغيرها في الميليشيات في العراق أو في سوريا أو في لبنان هي دائما أجندات خاصة لقوة أخرى وبالتالي هي مصلحتها تقود المنطقة الهوية إلى الصراع وهذا ما نستدفع التمن الدول العربية الشعوب العربية الدولة الوطنية هذا ما شاهدناه فيه السنوات الماضية وبالتالي خروج حرب غز عن السيطرة سيشعل المنطقة يعني المنطقة لم تتحمل حروب سرعات جديدة يعني خرجت من الحروب الربيع العربي ومن هذه التنظيمات وهذه المنطقة ثم جاءت تصورات كورونا وبالتالي المنطقة في الوقت الذي فيه تبني مثلا مصر ودول القلب الصلبة والسعودية فكرة طيار الاعتدال والازدهار والتنمية والتعاون الاقتصادي تأتي هذه الأزمة مرة أخرى لتحاول تعيق الاستقرار والسلام الذي تقوده مصر ومع دول الخليج والمملكة العربية السعودية هناك طيار آخر يريد أن يشعل المنطقة يريد أن يشعل دائما الحروب وبالتالي يستغل من حرب غزة هناك مزايدات على القضية الفلسطينية من هذه الأطراف وتدعي أنها توظفها لصلاحها بينما هي تخدم أجندات خاص وبالتالي لن تفع السامن والولا تقدم أي شيء للقضية الفلسطينية بالعكس لا تقدم يعني فعل حقيقي للقضية الفلسطينية تبعنا تصريحات المتحدث باسم البنتاجون بالأمس تحدث أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات جديدة لحماية القواعد الأمريكية وقواتها الموجودة في منطقة الشرق الأوسط الفترة الماضية تعرضت بعض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لأكثر من أربعين هجوم مسلح من أفراد المقاومة في العراق وسوريا إلى أي مدى هناك قلق على يعني بيزداد يوما بعد يوم في الإدارة الأمريكية على المصالح الخاصة لها داخل الأراضي الموجودة في العراق أو سوريا أو في المنطقة بشكل عام وبالطبع السيد محمد أولا نفرق بين أمرين هناك الآن طيارات تغذي هذا الصراع وميليشية تنظيمات تحاول أن توسع الصراع ومنطقة وسيدفع السمن طبعا الدول العربية والشعوب العربية سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في الدول التي تتواجد بها هذه التنظيمات وهذه التنظيمات لم تقدم تحولت إلى ساحة لحرب بالوكالة بين القوات الأمريكية المتواجدة من ناحية وبين قوة إقليمية من ناحية أخرى واستخدمت هذه الميليشيات كأحد أدوات الحرب وبالتالي لا تفع السمن أن هما العراقيين أوضاع اقتصادية متدورة يعني معاناة اقتصادية هذا أمر الأمر الثاني أنا فيعتقاد السياسة الأمريكية أيضا هي تحمل جزء من المسئولية فيما تعلق باشتعال هذه الأمور لأن صمت الإدارة الأمريكية وعدم اتخاذ ذاه مواقف حاس امتجاه الحكومة الإسرائيلية أو تحب حزي الحكوم أو وقف القتال في غزة أو وقف هذه المأساة الإنسانية هو بيغزي قاعدة الفرصة للطائرات المتشادية للإرهاب أن توظف القضية الفلسطينية فهذا بيغزي طائرات القرهية في المنطقة بيغزي طائرات الصراع هل ده متعمد؟ هل ده متعمد؟ هل ده متعمد لتأجيج الصراع واستمرار سليطرة الولايات المتحدة الأمريكية أو غطاء شرعي لتدخلها إحنا شايفين أنها حركة غواصة شايفين حامل الطائرات شايفين تواجد عسكري شديد في المنطقة هل ده متعمد اللي بيحصل ده؟ يعني أنا لا أستبع أن يكون متعمد هو ليس بشكل تأسمى لكن على الأقل أفعال أمريكا تؤدي لأن هناك سياسة أمريكية تؤدي فكرة تأجيج المنطقة وإشعال المنطقة لأن تعمد إطلاق قضي إسرائيل وإطلاق هذه المجازر وطبعا بيغذي الطائرات القرهية وبيغذي يعني رضو الأفعال عنيفة وبالتالي يزيد من الاشتعال وبالتالي الإدارة الأمريكية تريد أن تبقى المنطقة الشرق الأوسط منطقة مشتعلة أيضا أمريكا هناك بعض استراتيجية أمريكا أيضا هناك العينها على الصين وروسيا لأن أمريكا انسحبت ومجاعة الصين وروسيا وشغلت هذا الفراغ الأمريكي لأنها تعود من زاوية إشعال الحرائق وتقول أن هناك حاجة لأمريكا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأنه لا يمكن استغناء عنها وبالتالي السياسات الأمريكية هي من ناحية تغذي هذه الصراعات وهي التي تهدي بتوسع الحرب لأن استمرار الصمت وعدم واقف إسرائيل وعدم حل القضية الفلسطينية يعني نرجع أيضا هنا نربطها بمقولة الرئيس السيسي ودائما نقولة مصر القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة ولو كان تم حل هذه القضية منذ زمن طعيد لما وصلنا لهذا الأمر بمعنى أن كل ما يحدث هو أعراض المرأة ومخرجات المدخلات هذا المرض استمرار الاحتلال الغياب أفق للتسويات السياسية استمرار سياسات متشددة هذه المدخلات هي غزة البيئة الصراعية وصلنا لهذا الانفجار من يستفيد منه؟ طيارات وميليشيات وتنظيمات لتوظف القضية الفلسطينية وأمريكا تستغله أيضا لتحقيق هدف استراتيجي لكن من يدفع السمن؟ الشعوب العربية الانقسامات التظاهر المأساة الإنسانية التي نراها في غزة وفي الدول العربية كما رأينا في العقد الماضي وبالتالي هناك سياسات أمريكية تؤجج المنطقة غياب حل عادل القضية الفلسطينية منذ فترة كثيرة لأن المنطق يقول أن إذا تم حل القضية الفلسطينية سلام عادل وشامل بمفهوم دولة فلسطينية على حدود 67 وعلى سمطة القدس الشرقية هذا هو الطريق فقط لتكفيق بيئة الإرهاب وبيئة الصراع ما يحدث الآن مزيد من الضمار هناك طبعا لأننا كنا هناك استثمرات في المنطقة هناك عدم استقرار هناك ستظهر مرة أخرى الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وكلاش عن المنطقة وبالتالي هل الشعوب للمنطقة تتحمل مزيد من هذا الأمر لا أعتقد هناك أوضاع أزمات كتصادية عالمية حرب الروسية الأوكرانية وبعد قبلها أزمة كورونا وما كاد المنطقة تستعيد العافية وتبدأ في النهوض حتى يأتي من يشعل هذه المنطقة هذا الإشعال كما قلنا طيار تصعيدي يقوم في إسرائيل المضطرفين وهم الآن استغلوا المحرسة في 7 أكتوبر حقيقة ليس كما علمنا القضاء على الحماس أو الرهين وإنما التنفيذ مخطط قديم هو تصفية القضية الفلسطينية بالأسف يعني ده اللي بيتكرر بشكل كبير جدا وبيخرج من الإدارة الإسرائيلية إذا ذهبنا دكتور إلى روسيا والصين يعني كيف تقيم دورهما منذ بداية الحرب على قطاع غزة وهل يمكن الرهان على موقف روسي والصيني في الفترة المقبلة يعني يقوم بنوع من أنواع إحداث التوازن مع ما تقوم به الولايات المتحدة أو الدول الغربية في دعم إسرائيل بشكل مفرد يعني أولا الموقف روسي والصيني منذ بداية الأزمة هو منحة سياسية دعم القضية الفلسطينية يعني روسيا والصين بشكل مباشر رفض هذه العدوان الإسرائيلة على غزة ورفض هذه المأساة وطلبت بشكل مباشر بوقف إطلاق النار وهدن إنساني من النحاء سياسي في مجلس الأمن روسيا قدمت مشروعين قرارين وجهتهم أمريكا هم مشروع إنساني بحثي يعني هذا المشروع لم يكن الوقف إطلاق النار شامع وإنما فقط مجرد هن إنسانية ثورية وإدخال المساعدات الإنسانية ومع ذلك أجهزاتها أمريكا وبالتالي هذه القوتين الصين سياسيا أيضا يعني قدمت مبادرة ووقف إطلاق النار ووقف هذا الصراع قدمت مبادرات سابقة لوساطة الحل الأزمة وحل القادرة الفلسطينية لكن نكون مقعيا من يحتكر المعدلة لأنه جلب الأمريكا لماذا؟ لأن الجلب الأمريكا هو موجود عسكري هو يقول أنه من خارج تماما هو لم يجد أن يترك الفرصة للصين أو روسيا والدخول يعني الصين تدعم عن بوعد سياسي وتدعم تقدم عن بوعد لكن أمريكا عن قرب أمريكا موجودة بأساطيلها بحماية إسرائيل هي تحمي إسرائيل وهي تقوم بهذه الجرام في قطاع غزة وبالتالي هذا شجع إسرائيل وعطاها الضوء الأخضر وكل الأضواء في استمرار عاملية القاتل الجماعي حتى الآن ضد الشعب الفلسطيني لأنهم من خارج لكن من الناحية الأخرى هذه السياسة الأمريكية سيكون لأخطاء استراتيجي ستدفع أمريكا سمن تكلفة باهزة لهذه السياسة لماذا؟ أولا هذه السياسة بتدفع الدول المنطقة إلى مزيد من التوجه الشرقا إلى تنويع الشرقات هي بيعزز نفوذ هذه الدول لأن في مقابل سياسة صينية وروسية منحازة للسلام العادل ووقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي ومبادئة الإنسانية تظهر أمريكا كأنها دولة استعمارية دولة تتحدى القانون الدولي الإنساني دولة تشجع المعتدي وبالتالي هذا بيدعم نفوذ والصين الجهزة الأمريكية أو وسائل العلم الأمريكية قالت والمسلم الأمريكيين قالوا أن السياسة الأمريكية ستفقد أمريكا تعاطف جيل كامل من المسلمين والعرب في العقدين الماضيين نحن نشوفه دائما بيدلش على فشل الولايات المتحدة الأمريكية في دورها كدولة عظمة من أهم الدول المفروضة أو من أكبر الدول المفروض في العالم الغربي نحن نشوفه فشل زريع وانحياز كامل وتخبط في الخطاب الإعلامي وتخبط في السياسات حتى تم تقديم قانون لمجلس الشيوخ بدعم 14 مليار دولار للتسليح لم يصوت عليه من قبل المجلس مسؤول التسليح استقال يعني إحنا نتكلم في مواقف بتحرج الإدارة الأمريكية بشدة طبعا هذا أمر مهم لأن السياسة الأمريكية أساس خطأ وستقود المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار ومزيد من أشعال الحراك أنا بعتبر هذا جزء من السياسة الأمريكية خلال إدارة بايدن تحديدا نلاحظ من فهم عسكرة العلقات الدولية يعني هي أشعال البقرة في أوكران فكرة أشعال الحراك في العالم أيضا في الصين تحاول في شرق أسي أشعال استخدام بركة طيوان لأشعال بقرة أسي لماذا؟ لأن أمريكا هي بتعتبر أن أشعال الحراك والعسكرة سيؤدي لتقويد نفوذها يعني هي استغلت وحلف الناتو فيه وعادت مرة أخرى أوروبين تحت العباء الأمريكية وحلف الناتو من خلال الروسوفوبيا أو العدوة الروسية أو الفزاع الروسية أيضا في شرق أسي هي في المنطقة أيضا مفهوم العسكرة هي تريد أن تبقي المنطقة مشتعلة وبالتالي أنا أدرك أن عامدا أن تقوم أسرار بذلك الجرائم لاستفزاز وأشعال المنطقة وبالتالي هذا من وجهة نظر الأمريكية سيشعل طبعا صناعة الأسلحة الأمريكية ستنتعش في عزباب الاقتصادية هناك محاولة لإشغال دائما الناخب لكن أنا في اعتقادي على المدى المتوسط والبعيد أمريكا ستتضر لماذا؟ لأن الشرق الوسط مهم بالنسبة لأمريكا مصالح أمريكا الاستراتيجية في المنطقة ستتضر علاقاتها أيضا معدولة العربية ستكون محل أيضا على المحاك وسيحدث فيها تصدعات وبالتالي من مصلحة أمريكا الآن أن تتدخل لتحقيق الاستقرار هي الآن الطرف القادر على الضغط على الجانب الإسرائيل ومع ذلك أمريكا لا تضغط نضغط عليها زي يا فانديم السؤال الملحة الآن كيف نقف إلى وقف إطلاق النار يعني ده السؤال الإنساني والسؤال الملحة سياسيا على كل الأصعدة إزاي يتم وقف إطلاق النار هناك تصميم إسرائيلي بعدم إيقاف إطلاق النار هل حضرتك شايف أنه في بعض المواقف الخاصة في الكتلة أو التكتل الغربي المناصر لإسرائيل ممكن أن تساهم في زيادة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب مثلا الضغط الشعبي وخروج التظاهرات في عواصم عالمية عديدة يعني كيف نصل إلى هذه الصيغة كيف تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية أنه يجب أن تضغط على إسرائيل وقف إطلاق النار يعني أولا السؤال الأمريكية ده الرغبة لاسه ده الرغبة ده القدر ده القدر عن تضغط على إسرائيل تستطيع أن تضغط على إسرائيل يعني حالا وفورا وتوقف وقف إطلاق النار لكن حتى الآن لاسه ده الرغبة والإرادة لماذا؟ لأنها أصلا خطاب الأمريكية حتى الآن سواء خطاب الرئيس بايدن أو وزارات خارجية أو مثل الأمن القومي أو حتى كلهم يقولون أن إسرائيل يعني تدفع عن نفسها وبالتالي يرفضون وقف إطلاق النار في المقابل الضغوط الداخلية والمظاهرات في العالم كله والضغوط داخل حزب الدموقراطي ومطالبة بايدن بل كل هذه المطالبات انعكست فقط في المسارة للإنسان يعني يبدأ مرونة في الحديث عن هدن إنساني حتى في هذه النقطة لم تترجم ولم تضغط أمريكا على إسرائيل لتعامل هدن إنساني يعني هناك تفاصيل جاء بلينكين الوزير الخارجية على المنطقة ومع ذلك هناك حديث عن هدن عن خمسة أيام وكأن أمريكا تشتر الوقت لصلاح إسرائيل تقول يا لها أنجيزي مهمتك ونحن سنتكلم في العالم والتفاصيل يعني محاولة تجميل الصورة يعني الكفاظ ناعم لإستعابة الضغوط العالمية أنا في اعتقادي أن وقف اطلاق النار فقط تتقف في عاملين في إما على الأرض أن إسرائيل تفشل تماما وتكون تكلفة بشرية واقتصادية عليه لأن مع استمرار الحرب إسرائيل تتحمل تكلفة اقتصادية كبيرة هناك تكلفة بشرية أيضا على الأرض لم تحقق أهدافها لقضت على أسلحة المقاومة ولا حرارة الرهائن وبالتالي كلما زال الوقت كلما زادت الضغوط عليها من الداخل الإسرائيلي وبالتالي قد تلجع في نقطة إلى إبداء مرونة وقف اطلاق النار وقف المفضل أو الحالة الأخرى أن إسرائيل تتحول لعيب استراتيجي حقيقة على دارة الأمريكية لأن دارة بايدن الآن ما يحكمها اعتبرت أيضا انتخابية داخلية هي دخلت المعركة دعمت إسرائيل يرضاء اللوب اليهودي يرضاء المنظمات إيباك والمنظمات اليهودية تحت الدعوة أن هذا سيخدمها في الانتخابات الأمريكية في مزايدة على الجانب الجمهوري لأن الجمهورين أيضا هم من أنصار إسرائيل لكن الآن البداية يحدث العكس شعبية بايدن تراجعت الانتخابية استطلاعات الرأي ويترامب الآن متقدم هناك الديمقراطيين من العرب والمسلمين قالوا لأنه نصاب إطلاق في الانتخابات في ميتش جان وفولات كثيرة لهم أصوات مهمة وبالتالي كان هذا يدفع بايدن التفكير جديا إذا ما رأت أن استمرار إسرائيل وهذا الوضع الإنساني سيشكل عبق استراتيجي عليها وقد يخسرها الانتخابات ستقف هنا وتدفع إسرائيل إلى وقف إطلاق النار لكن حتى الآن الظروف للوقف إطلاق النار لم تندق لماذا؟ إسرائيل تعتقد أنها على الأرض ذات اليد الطولة أنها دخلت غزة ودخلت المستشفى الشفاء وسط غزة والدبابات وبالتالي تعتقدها أنها تستطيع أن تحرر الرهائن وأن تقضي على الحماس وتنيه هذا الأمر وتنيه هذه المسألة لكن الوضع على الأرض مختلف تماما هناك صعوبات وهناك تحديات وبالتالي نستمر في هذا الوضع الجانب الإنساني فقط هناك ضغوط عالمية هناك مأساة هناك حرب المستشفيات مدائرة منذ أيام ومع ذلك إسرائيل تتحدى وهذا الجرء الإسرائيلي حقيقة لم تكن لولا هناك ضغوط أخضر أمريكا يعني من يقول أن مجرد تبدو الأدوار أمريكا تبدو مرونة وتجميل الصورة لكن إسرائيل تتشدد وتظهر أنها تخالف القوى العظمى ولا تسمع كلامها وأنها طبعا الرسال الداخلي لكن أنا في اعتقادي الوضع الأسكري الميداني سيحدد متى يكون وقف اطلاق النار شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية صباح الخير على حضرتك صباح الخير يا فاني شكرا لوجودك معنا دكتور